اشتركوا في القناة 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 يشاور له بيده. تمام. لا النقطة دي اتغيرت تماما دلوقتي يا كابتن اسلام. انت ممكن تدي كارتة اصفر او كارتة احمر للاجهزة الفنية او الادارية. ليه بتديهم كارتة اصفر او احمر عشان تبين للجمهور كله ان العيب المدرب اللي برا او الدكتورة او الاداري ده خد كارتة اصفر. يكون ياخد اصفر تاني ويطلع. ويطلع بره. نفس التطبيق يعني. بالزبط كده. وعملوه برضو كشيء برضو من الشكل الكويس. انت عندك في بعض الحكام بيشاور المدير الفني او الاداري بيشاوروه بطريقة مش كويسة انك تطلع بره بيديهم كده. قالك لا دي هتبقى اشارة تبقى واضحة للجمهور واللعيب الكارتة احمر. ان اسلام اللي هو مسلا المدرب العام ده خد انزار او كارتة اصفر. ممكن بعد كده ياخد كارتة اصفر تاني ويطرد. بالزبط كده ويطلع. في نقطة مهمة. ويتم يقافوا ايه بقى مطشة او مطشة او مطشة. على حسب بلجنة المسابقات هيتقول. في حاجة تانية برضو. لو اي حد من الاجهزة الفنية. دي نقطة مهمة جدا. اي حد من الاجهزة الفنية. عمل اي مشكلة. عمل اي مشكلة. والحكم. والحكم. معارفش يحدد هوية العمل المشكلة دي. هيروح لمجير فني ويطلع بره. برضو بكارتة احمر? بكارتة احمر. اه. بس ده انت فاهمني ازاي احنا عددين بره في الجهاز الفني والاداري. مسلا مدارب حراس المور ما قال كلمة غلط مسلا. للحكم. تمام? مرضوش حد يقول للحكم. مرضوش حد يقول الحكم. نب تعالى بقى. هيجي هيطلع مجير فني بره. بس انا عارف مصر يعني هتحل الموضوع ده هتلاقي المجير فني هيضحي بقى اول واحد قاعد جنبه. لا مش اخص. اللي اللي مش عاوزه. اه اللي مش عاوزه. الاداري بقى مع رفش. كده حلا اعرف مين بيحب مين. بالضفط كده. طيب اللي بعد كده. تمام. اه في نقطة بس قبلها برضو. نطفا. انا عندنا كان فيه لأمي الحكم يحتسب يا كابتن اسلام ركلة جزاء واللعيب اصيب. طبعا انت عارف ما فيش طبعا علاج داخل ارض الملعب. لازم العلاج يبقى فين? خارج ارض الملعب. خارج ارض طويل. ليه بقى الافابة عملت كده? لان قالت انت كده بتدي افادة للمخطئ. بتعندك احسن العيب بيشوت سيه مسلا محمد سلاح مسلا. وهو لا قدر له اصيب. اروح مخرجه بره عشان واحد تاني يشوت. يشوت. لا. يتعاليك في الملعب وهو يشوت ركلة جزاء. هو ليشوت. تمام. طبعا دي نقطة مهمة جدا. تمام. نيجي للنقطة اللي بعدها. اه دي اللي احنا قلناها لو نحكم هو اقف اي مكان. اللي بعدها طبعا. اه دي نقطة مهمة جدا. كان مبسوط قوي بالموضوع ده. عرفت. عرفت الموضوع ده. اه. قال لي احسن حاجة. اه. واعدنا حتى نتناقش ان هي اه حتتحسب للمهاجم ولا لأ فبرضو عايزين نفهمها من حضرتك لان قد يكون فيها بعض اللابس حصل. اللابس. احنا. من مني ومن الكابتن سيد. هنتفعل حاجتين. لو الكورة. الكورة. اه. الكورة المهاجم جات في ايده. المهاجم جات في ايده عن تعمد او غير بتصفر وبتحسب ركلة حرة مباشرة على المهاجم. تمام. الا امتى? اذا اثمر منها هدف او جابها كورة بايده. يعني اللايب في داخل التمنتاشر الكورة جات في ايده من غير قصده. من غير قصده. المهاجم جات في ايده من غير قصده. هتصفر وتحسب ركلة حرة مباشرة. من غير قصده. من غير قصده. تعمد تشال في لمسة اليد بالنسبة للمهاجم. داخل التمنتاشر اذا اصمر عن هدف. اه. تمام? نعيدها تاني. معلش تاني. نعيدها تاني. المهاجم دلوقتي لو الكرة جات في ايده. من غير قصده. داخل التمنتاشر او الحدود من التمنتاشر. واصمر عن هدف. الحكم اوتوماتيك. هيصفر من غير تقدير. ويحسب ركلة حرة مباشرة. بدون انذار طبعا. على المهاجم. متعمد او مش متعمد. متعمد او متعمد. اه. يعني الكرة لو لمزت ايد المهاجم. الحكم كده بسهولة هيصفر. المدافع زي ما هي. فاش اي تغيير. اه المدافع. مدافع زي ما هي. عشان. نقبك طلع على شونا. لانه كان نفسه في الاتنين. لأ والاتنين هيستفيدة مما يجي يهاجم ان شاء الله. او فيها هاجمة عليه. اه. فدي نقطة مهمة جدا عشان ما تعملش لبس المهاجم الكرة جتفيده. مرة تانية لان احنا انا وكابتن سيد في الحلقة. او كان نفسنا بصراحة بس يلا. مالش عشان النادي الاليس بيتظلم كتير سواء افريقيا حتى او اه اه محليا. وحنتكلم معك باللقاتي بعد ما نخلص عن ما حدث مع اه اه الكابتن جهاد جريشا. وانا اكتر واحد فرحان وهقول لك لي انا اكتر واحد فرحان. نكمل بس كلامنا عن اه هذا الموضوع. اه ان كرة الهات دي بس دي جوما جدا. اه. تاني كنت معلش مرة تانية. اه. معلش اسفين يا جماعة بنكرر. لان ده حيتطبق يوم الجمعة اللي جاية. بالزبط. بدايتها من يوم او اتطبقت في كاس العلم للسيدات. وكوبة امريكا. دلوقتي اللي شغالة. وان شاء الله بدايتها من يوم الجمعة. بسهولة جدا. المهاجم لو الكرة جات في ايده بدون اصد او من غر اصد دخل التمنتاشر او برا التمنتاشر. او بدون اصد. واسمر عنها ده في الحكم تيتيت هيصفر. هندي بقول لهم غمض. خلاص. ده بالنسبة للمهاجم. المدافع كما هي. المدافع كل حاجة زي ما هي. كما هي. تعمد وحيروح للكرة ايده هتروح للكرة. بالزبط. كبر جسمه وصغر جسمه خلاص بقى القصة دي. خبطت في رجل وراحت ليده برضو دي كلها تقدير الحكم. تمام. رجع كلها تقدير الحكم. تمام. وبالتالي خلاص في حاجة تانية او اه في برضو بعض التعديلات احنا عندنا في اما بتحسب الحكم راكلة حرة مباشرة وغير موسر على التمنتاشر في الحيطة بتقف. مظبوط. حقاة الصد. بتلاقي المهاجم بيقف جنب الحيطة وبيضايقها. مظبوط. وتحصل مشاكل. راح تحدد دا ولا اقول لك يا جماعة احنا هنحل المشكلة. الحكم. اه اللعيب ده يبعد متر عن الحيطة. متر. يبعد متر عن الحيطة. تمام? دي برضو هتقلل برضو ايه? الاحتكاكات شوية. في نقطة تانية. انا دولوقتي ايه حسبت اه فاول والمفروض انذار اديه للعيب. اه. تمام? انت كنت لازم توقف المباراة وتدي انذار. تمام? بس اللعيب عاوزي لعب الكرة بسرعة. انت وقفت. تمام? ولعيب عاوزي لعب كرة بسرعة. لعب. تمام? وبعد كده تدي تدي الانذار. طبعا دي نقطة برضو مهمة هتدي ايه لاستمرار اللعب. سرعة. اه. سرعة في استمرارية اللعب. طبعا. تمام. تتكلمنا على الاسقاط لتعمل نفسية اليد. اه. منع زهارات الاحتكاك بين اللاعبين? بالزبط كده وبعد كده. طبعا لو في اه لو اي لعيب عندنا دي برضو نقطة مهمة. انا دولات يا كابتين السلام جبت جول. تمام? وتقنية الفي ار لاغت الهدف مثلا. لانها تبقى موجودة. اول ما جبت الجول روحت على عاوزي التشيرت. حاكم يعمل ايه? ايه? يدي انذار. مفروض. خلاص? طب لو رجعنا للفي ار وقال لك الهدف ده مسليم. تعمل ايه? تلغي الانذار? مش عارف. انت اللي تقولي. تحدى ولو قالك لا يستمر الانذار. برضو? تصور. يا انا هراب يد. جمدة دي. اه يعني اللعيب فرحان راح قلع التيشيرت. راح الحاكم اندهر انذار ويا سلام ده الانذار التاني بقى. الله. هيدي له كارت احمر. يرجع للفي ار يقول له لا يا عم الهدف ده مسليم. اه. لا تبقى العقوبة الانضباطية زي ما هي. العقوبة الادارية زي ما هي. زي ما هي. الصفر والاحمر يستمر. خدوا بالكم بقى يا جماعة. اه طبعا لان في تقنية في ار طبعا. حاجة تانية? لا هم دي اه اهم حاجات. مزبوطة هيتم تطبيقها. بداية من. ها في نقطة في نقطة مهمة جدا. ركلة المرمى يا جماعة. ركلة المرمى. كان بتبقى في لعبة يا كابتن اسلام اما الكرة تطلع برة التمنتاشر مزبوط. دلوقتي لا بمجرد الكرة تتحرك. الكرة بقت في اللعب. يعني لو فيه اللعب فرود آآ سرعته بسرعة. يخش جهو التمنتاشر ممكن يجيبها جهول. ها. بس بشرط لازم يبقى برة التمنتاشر. ولو حسبته مسلا تسال والدخل التمنتاشر. برضو اللعبة بتبقى في اللعبة اما امتى الكرة تطلع برة التمنتاشر. لا. دلوقتي الكرة اول ما تتحرك الكرة بقت في اللعب. المهمة جدا لازم المدربين ياخدوا بالهم وخاصة الحرس المرمى. تاني يا كابتن معلش. دلوقتي ركلت المرمى. ركلت المرمى انا راح او الحارس راح يشوت. اه. كانت بتبقى في اللعب اما الكرة تطلع برة التمنتاشر. دلوقتي قالك لا. اول ما تتحرك الكرة بقت في يعني يعني ممكن أنا آسف المدافع يستلمها من جوة 13. اه يستلمها خلاص مجهد تعني الجوة הטashes زي زمان. زمان. زمان اوي كمان. دي زمان زمان. وخلي بالك Trump لما كان بضاع وقت في الزمان. زمان. تعمله في التسعينات. لو المهاجم بقى sprint جامد يعني sprintور جامد. ودخل لمهاجم هو قبل كرة ما تتلعب رفو عليك لازم يبقى برّة 트منتاشر. اه اوكي. مجرن تلعبت. لو فتح سبرينت واخدها خلاص جول. تمام? ونفس الكس لو ركل حور بباشرة او غير مباشرة جولة تمنتاشر. مهمة. مهمة. واحد كسبان واحد صفر. اه. خلاص? اه. يقف جب بتاعه يقضي يلعبه مع بعض. خلاص بحق. ما خليب المواجم يخش على طول. يخش يا عمال. يخش على طول. طيب. دي من تعليلات التعديلات المهمة جدا. طب انا هتديك سؤال كده. صد. قصير مكير. اه. قصير. صد. مكير. ملوش علاقة بالتعديلات ولا يعني ولا كاس الامم انا اسف. دلوقتي يا كابتن الدوري بدأ. تمام. خلاص? التعديلات دي بدأت من واحد ستة. عرفت الايجاب. فضل لنا مطشين. مم. عالدوري. الناس كلم عن نادي الاهلي. تمام. هنلعبهم في شهر سبعة. هنلعبهم في شهر سبعة. حل سيتم تطبيق التعديلات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. على المطشاط اللي فضلة المؤجلة. ولا هتعتبر ده دوري اديم. ده تبع الدور الاديم. المسابقة ابتcore une عبر واحد ستة. اه. هتلعب على القانون الاديم. ما ده من عجائب الكرة بصراحة عندنا. على القرى المصرية. يعني كده ات حتلعب يعني البلاد كلها تطبق قانون. اه. وانت بتطبق القانون الاديم. اه. لان الدوري ابتدى قبل واحد ستة. فبالتالي سيتم تطبيق الاديم. 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 يعني احنا بنقول له. العيبة بتوعك مسلا للشيناوي مسلا عندك مثلا متعود الكرة يلعبها مثلا ايه? اه اه قصيارة. تمام? لا فما يرجع بقى في شهر سبعة او في تمانية لازم يلعبها طويلة. طب الكاس في شهر تسعة. الكاس مصر. ابتدى امتى? ابتدى من تسعين سنة. هنشتغل من تسعين سنة. فعلا? اه والله? ده هيلعبوا بالعبة الجديدة في الكاس. معلش بس القانون. القانون ايه? كده جماعة الدوري بالنزام القديم اللي هو مش هينفع لازم تطلع الكرة بره. بره زي اللي. يعني لو واحد اجنابي قاعد بتفرج علينا هيقول لك يعني هيقول المدافع مش عايز يخش ليه? مش عايز يخش ليه. طب ما يخش بالزبط. يعني ده هتشوفوه في كاس الامم بالمناسبة. هتشوفوه في كاس الامم حاجة هتلاقوا عكسها بعد كاس الامم في الدوري. يعني في كاس الامم. هتلاقوا اللاعبة بتلعب جوه التمنتاشر عادي اللاعب مع حارس المرمى. بعد كاس الامم هتلاقوا اللاعب لازم يستلم الكرة من بره التمنتاشر في مباريات الدوري وفي مباريات الكاس. الكاس تعلمة مصابة الكاس بتادت قبل كده. لان عندها مصابة الكاس بتادت من زمان قوي بتاع السنة دي صح? هنبقى نزل للاجانب الترجمة. هنسعي بيده. هم هيتخضوا. اه? شوف الحاجات دي هيستغربوا يعني. هيستغرب اه. طيب. بس ده سؤال مهم اللي حضرك قلت ده. اه. سؤال مهم جدا المصراحة. طيب بقى انا عايزة سأل طيب. حكم اجنبي حيامل ايه? لو حكم اجنبي. لازم تبلغوا. لازم تبلغوا. بلغوا بايه? لأ هتبلغوا ان احنا لسه القديم. عادي? والله. صور. يعني انا دلوقتي الحكم. الحكم اه كلنا حيرجع احنا نرجع كلنا بقى اياحكم تاني. بس انت عارف انت تصور ان في مطش الاي وزمالك يجي في حكم اجنبي. ده لازم تفهمه. وانا بقول لك دلوقتي والله العظيم لازم لك انت الحكام تاخد بالهم النقطة دي وتكتبها عندي عشان ما تنساش. الرجل طبق عن جديد. انا قلت لكم جماعة اقول اسئلة انا عايزكم بقى ايه? انتو اللي تكتبوا الكلام ده. بس جديدة دي اه? انا فكرتش فيها. ايه رأيك? اه دي مشكلة. اه? بس اخطيقنا على الراجل بقى نحن ملعب على القديم. هو مش هصدق ان الدورة ده بتاع السنة الفاتت. انا مش هيصدق. عارفين وتونمتاشر رفت سوحتاشر هنالله شهر سبعة. اه. معلش سنة استثنائية. سنة استثنائية. سنة استثنائية. او سنة طويلة. زي ما هتحسبها عسابها. الجنة او حرس الحدود. اه زي الجدول. لا لا انا مش هزيطلع برا كهس الامم. خلينا نرجع لكهس الامم تاني. طيب. كابتن سمير. الحقيقة يعني انا اكتر واحد سعيد بما حدث مع الكابتن جهات جريش. الحقيقة. مبروك. وانا يعني دقتين بالزبطة جماعة بس مع الكابتن سمير في هذا الموضوع. انه موضوع مهم جدا. ليه? ان الحمد لله هذا البرنامج هنا في ملعب الاهلي كان ساعتها ملعب الاهلي يعني. بعد ما القرار ده طلع كنت انا على الهوى. نزبوط. الحمد لله الحمد لله يعني. وتكلمنا. تكلمت مع حضرتك. واتكلمت مع اه اه وحضرتك جيت برضو وكان لك دور في هذا الموضوع. اه الحمد لله بعد ما البرنامج خلست على طول الكابتن عصام طلع في كل وكان صعب الكابتن عصام بينام بدري. فطلع الساعة واحدة بالليل وقال يا جماعة هنبعت اه تظلم للاتحاد الافريقي. وبالتالي انا بشكر الجميع. كل بشكر كل اي حد وقف في هذا الموضوع. لان سمعة الكابتن جهات جريشة او سمعة اي حاكم مصري هي من سمعة احنا بنا وبن بعض هنا ماشي. مزبوط براوالي. نقطع بعض. براوالي. ونقول اللي احنا عايزين على بعض. صح. وكل بنا وبن بعض هنا. صح. طبعا لكن ان احنا يبقى عندنا حاكم مصري بهذه القيمة قيمة الكابتن جهات. طبعا. حتى لو اخطأ. بالمناسبة يعني حتى لو اخطأ. تمام. وبالتالي انا سعيد جدا 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 بما حدث. مع كابتن جهات جريشة وانا بشكر الكابتن يا سامعة عبدالفتاح الحقيقة. على رغم من اختلافي معايا واختلافي وجهات النظر في بعض الامور. ولكن اتظل صديق عزيز وكل حاجة. ولكن انا بشكر الكابتن يا سامعة عبدالفتاح. اه بشكر المهندس هاني يا بوريدة برضو. لان البعض خلي بالك معرفش ليه دوره ولا مالوش دوره. ولكن البعض برضو بيقول. مين اللي مالوش دور. مهندس هاني بوريدة. بص عشان انا قريب جدا من الموضوع ده معلش. طب. احكنا انت. اه. الموضوع ده اللي عملو كابتن احمد شوبير وبعد كده كابتن هاني بوريدة. اوكي. بعد كده يجي طبعا كابتن عصام عشان هو المسؤول في الاخر. هلما اللي حرك الموضوع ده رقم واحد كابتن أحمد شبير بعد كده كابتن هاني أبو ريدا هم دول اللي حلوا موضوع جهاد أي حد في الدنيا يقول خلاف ذلك مس صح بس مين اللي حركوا؟ كابتن أحمد شبير لا ما عابل أهل يا كابتن أبو ريدا أنا عارف ما أنا فاكر في اليوم ده تعذر الكلمتاني مظبوط أنتوا من أول الناس اللي تكلمتوا في الموضوع ده لأنه هو كان لسه طالع إحنا طلعنا ساعة عشرة وهو كان عشرة لخم بالزبط إن الخبر كان قبل صلاة المغرب بشوية شو بالزبط؟ بالزبط وتكلمنا قلنا إن الموضوع ده إن شاء الله كابتن هاني أبو ريدا هيبزل كسر جهده اللي عام موضوع ده كابتن أحمد شبير ثم كابتن هاني أبو ريدا هم اللي حلوا الموضوع حلو جدا يبقى حنا بنشكر الكابتن أحمد شبير دايما مواقفه مواقف رجولية الحياة طبعا مع جاده وجاد عارف كده كويس طبعا مدل المطلوب إن هو يحصل مع كل الحكام إن إحنا كابتن شبير بقى كابتن هاني كابتن عصام عبد الفتاح كابتن خالد لطيف كابتن عزم إمام ده دورهم ده دورهم إن هم يعملوا كده حرقنا المية الرجدة شوية بس أنا عاوزك تحرق مية الرجدة تانية يعني الحمد لله يا رب العالمي ألف موروك ألف موروك لبراهيم نور الدين في أمم أفروكيا بس فيه يا جماعة واحد يتعامل عليه زم بيّن لا محمود البنة بالضبط محمود البنة موجود يا جماعة في القائمة الأولانية اتشال في القائمة التانية ليه النهاردة محمود البنة من حوالي تلات ساعات جري امتحان الورنر ونجح حلو نجح دلوقتي لقى نفسه برا طبعا ده حرام أنا بقولك ده حرام ده ظلم ده فأنا بطالب برضو كابتن هاني بوريدة وكابتن أحمد شبير ومعهم كابتن عصام بقى كابتن عصام تدخر في موضوع البنة كابتن عصام تدخر في موضوع البنة ياخد حقه مع إبراهيم نوردين وأمين عمر وجاد يا رب والأرباع عاملون سعداء جدا أنا شخصيا سعيد جدا بجد من الحاجات اللي الواحد عملها وسعيد بي إن الكابتن جهاد جريشا طبعا حقه طبعا الكابتن شبير وكابتن هاني وكابتن عصام لهم الدور الأكبر حقيق حقيق طبعا ولكن أنا قصت برضو مهما كان حرقنا حتى ولو جزء بسيط عشان انت عملت إنجاز شفته ظلم بالزبط فاتكلمت عليه بالزبط فالنهار ده انت ممكن تكون سعيد زي جهاد كمان إن انت جبت يعني حقه واحد مظلوم بالزبط كده اتمنى رب كل الخير للتحكيم المصر حيكون معنا لينا حلقة مع بعض إن شاء الله قبل الداية بإذن الله بإذن الله حنتكلم عن أفضل الحكام وحنتكلم رسالة منك برضو الحكام الأفارقة لأن جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري ومش هو الوحدة بالمناسبة وكذا مدير فني آخر كلمه عن القلق أنا بوصف اللي هما بيقولوا القلق من التحكيم الأفريقية عنده حق وعنده حق طبعا وبالتالي حيبقى لنا لازم حلقة نحاول نعرف الناس ونقلها بالأرقام وبالأرقام إن شاء الله أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا أنا كابتن سامير ودايما الحياة بتمتعنا بتحليلك البسيط حبيب والمفيد ويعني الناس كلها عرفت دلوقتي الكرة لو جات في الإيد آه تاني المهاجم تاني يا جماعة هون أيها أهم نقطة الكرة لو جات في الإيد المهاجم بتحتسب دربة حرة غير مباشرة دربة حرة مباشرة أو أنا أسف دربة حرة مباشرة سواء عن عمد أو عن غير عمد بس كده واللي في المدافع زي ما هي عديمة تمام كده كده أنا اتطمنت الحمد لله طيب وإن شاء الله احنا بنأكد مرة تانية أو تالتة وربعة نحنا حنكمل المسابقة الدوري العام المصري اللي هي بدايتها بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية بالشكل القديم للتحكيم بالضبط مرة تانية بنقول لحضراتكم وكاس مصر برضو هيبقى بالشكل القديم للتحكيم حتى لو قاعد لشقر 11 اللي جاي هو ده النظام والكابتن سامير اللي قاله هنا أنا بشكر حالك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا النجم الكبير سامير عصمار هنطلع أيضا لتلاتة من النجوم الكبار النجم الكبير سامة حسني هنتكلم عن المنتخبات المجموعة التانية فضل لنا منتخبين زي ما قلت لحضراتكم ومنتخبات المجموعة التالتة من الناحية الفنية والتحليلية بعد ما نشوف بقى ايه تقرير عن الأخطاء التحكيمية في البطولات الافريقية نطلع نشوف هذا التقرير ونستقبل بعدين نجومنا الكبار